كلموا باللغة الإنجليزية سيكون سيكون نتعرف أمر الزمالك الزمالك الخليب ستنقذ الأمر عمل نفاصلة أمر الزمالك الزمالك سنعمل الأمر الزمالك الزمالك نفاصل أعتقد أننا نقوم بما يضح سيبب جوال أريد أن أحطي بك أنني لا أستطيع أن أسمعك هل تسلم أنت سأبدأ الآن؟ نعم، بإمكانك تتحدث معي من اللغة حسنا، أتحدث عنك من اللغة أتحدث عنك أننا نتحدث عن المقابلين نعم ونحن في الطريق جيد لذا أعتقد أننا نحصل على أموال وستطيع التعارف للإختبار نعم، لا أشياء، ستعرق المقابلين نعم، نعم، نعم نحن لم ننزل piano نتحدث عن بعض المقابلين المترجمات والتصوص عن المترجمات لكنني أعتقد أن المترجمات التي ستفقد قبل سيدا مرير فريرا وعنه مرة أخرى مرة أخرى؟ لا 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 هم مرة أخرى لكنه مهم لأنه أخرى المرتبات تتحدث بأسفل لا يوجد مشروب بها أرادك إلغة المصورة مهربية في المحاولة أو المفتاح الأ古ائيين؟ بالطبع هو مدينة فنحن نريد كثير من أغلقات وهي مدينة الملحة لكي نعرف لدينا كاف يوجد الكاف وإذا أردت كاف، يريد أن أردت كاف الأفريق الأفريقية أيضا نحن نحن نتحدث عن كل هذه الأشياء نعم، لكن لا يوجد مشكلة في عاما أو بعد عاما، سأردت كافة نعم، إن شاء الله الثاني، أريد أن أسألك عن شيكبالا في إيجابة هنا، الفانس، الفانسيين والمشاكل تحبون وحبون شيكبالا يريدون أن نعرف المستقبل شيكبالا ما هي المشكلة الأفريقية في الشكبالا مع المشاكلة في بورتغاليا؟ لا، انظر، المشاكل كانت من المشاكل وليس من المشاكل لذلك الآن المشاكل لا يوجد مشاكل مع المشاكل إن شخص يتحق بشكل صحيح إذا كانوا يصلوا مع المشاكل مع المشاكل إنه مكانا، إنه مكان ليس مفيدا سيكونوا يتحق بشكل صحيح على الرجل أو شيكبالا لكن، لن ننتقل ننتقل وننتقل إذا كان زامالك و الأخرى من مصابة إذا ننتقل إذا ننتقل شكبالا يمكن أن تحقق كيف يريد المنزل من زمالك لتحرك شكابالا؟ لا يجب أن أتحدث عن ذلك في الناس ولكن هذا ليس المنزل الذي قالوا في الناس ليس المنزل الذي قالوا في الناس يعني أكثر 700.000 دولار أو أكثر؟ أكثر من ذلك أكثر من ذلك فإن مهما يمكن أن نساعدت هذا إعاني سريك فقط يريد المنزل أو أريدت شكابالا أن يتقال؟ ليس مما أتحدث في الناس لأن أتقال إعاني إذا لم يكون مجتمع سوركي بأني سريك فلنسل لكن لكنني أعلم بعض الدكتور من زمالك أن يريد أن يشغل أن يسعر لكي أفضل هذه الكثير من 7000 دولار 700 000 دولار أرى أنني ليس كنت أشبار المدينة فقط أشبار المجال أنا أشبار المدينة من الكليب أن نحن نستمع ونستمع المساعدات ولكن لا أستطيع أن يفضل المدينة لذا كانت فرسنة والمجرد المنطقة التي تأتفقها أو لا تحدثت مع المجرد المنطقة عن شكابالا أو لا؟ بالطبع، لقد أحدثت. لديه مجرد من المنطقة للشكابالا لتحقق كل أي خلبي لذلك أحدثت. ويجب أن أعلمهم إذا أم أن أعطي إذا كانت أخرى حتى الآن لدي بعض خلبيات التي أحدثت معي عن شكابالا إبيبيبسيون أو إبيبيبيبسيون فهم terrorists هو إجاء الأفعار والمحاول يخبرون جينة أفعار ويجب أن يخبرون أين يحب أن تحفل ولكن من الأول ثم أولئا هو إجابة بالمحاول هذا الأمر ليس في الحقيقة هذا التعامل ليس في الحقيقة إنه قد يخرج والمفق العقب العالجي يجب أن تفع بأن هذا ليس في الحقيقة يخرجة في الحقيقة وضع الأمر لكثير من الماضيه و هو حقيق الماضيه لن تذكر ان الشيكابالا تتعرض مع المشاركة نعم ترى أن الشيكابالا ستحصل على المشاركة 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 ومع المشاركة لا ترى المشاركة إنه ليس بالتعامل، إنه ليس بالتعامل. إذا كان مخفى الإجراء في المراكس حتى يتحدث. إذا فإنه لا، إنه بجرار كبير. تحضر على المال الأولار للغاية؟ المعالي هو أن يتحدث بالتعامل مع المال. إنه ليس بالتعامل أو لا، يجب أن يكونوا معهما. ولكن بالطبع أنه من المال لأنه ليس من المال ليس من المال عندما ستذهب إلى بورتوغال وعندما ستبقى مع المنطقة المعارضة عن شكبال أتمنى أن سترك في النهاية في النهاية لديه أخرى وعندما سأذهب سوف نترك شكرا لك شكرا لك وكيل le Mistar Elizabeth المدير الفاني النادي الزمالك ومش وكيل techniche ولكن أنا وسيط أو مكلف اللي أنا خلص موضوع شيكابالا فسألت طبعا أنا موضوع مستر فريرة مستر فريرة المدير الفني النادي الزمالك قال يعني الإدارة مع مستر فريرة خلال بكرة أو بعده مستر فريرة هيوقع مع نادي الزمالك بيقول لي ما فيش اختلافات بنتكلم في شوية تفاصيل صغيرة إن دلوقتي مستر فريرة بطل مع نادي الزمالك فالرجل عنده بعض التفاصيل الصغيرة كده عايز يعدلها في عقده عشان هو بطل وكسب الدوري مع الزمالك وعايز يكمل قال لي ما فيش مشكلة يعني ما فيش حاجة كبيرة نقدر نقول إن فريرة مش هيكمل مع الزمالك كلها تفاصيل صغيرة بالاتفاق ما بينه لهو وكيل فريرة مع فريرة ومع إدارة النادي الزمالك ومستشار مرتضى منصور يعني يعني بكرة أو بعده بالكتير فريرة هيوقع عقده الجديد مع نادي الزمالك بس في شوية تفاصيل كده بيتفاوضوا فيها خلال الفترة الحالية سألته على الموضوع التاني قلت له خلي بالك شيكابالا ده من عشاق يعني جماهير في مصر بتعشاقه وبتحبه خصوصا جماهير نادي الزمالك فإيه قصته عايزين نعرف إيه الموضوع قال لي المشكلة اللاعب هرب قال لي يعني باللفز كده قال لي اسكيبت شيكابالا اسكيبت فروم سبورتينج سبورتينج لشبونة فقلت له طب إيه الموضوع يعني الموضوع هيتحل مش هيتحل قال لي والله يعني حنقعد ونتكلم مع إدارة سبورتينج لشبونة بين سبورتينج وشيكابالا فقال لي أنا أول ما أخلص موضوع مستر فريرا حسافر للبرتغال على نهاية الأسبوع وهقض أتكلم مع الإدارة هناك في سبورتينج لشبونة عشان موضوع شيكابالا قلت له طب يعني الفلوس ومطالبين فلوس كتير فالموضوع صعب فقال لي لا والله يعني أنا مش هقدر أقولك المبلغ بالزبط في الإعلام يعني أنا مش مكلف اللي أنا أقولك الكلام ده أو ما عنديش تعليمات اللي أنا أقولي الكلام ده في الإعلام لكن سألت وأنا قلت له حوالي سبعمائة ألف دولار قال لي أراوند يعني قال لي قريب من المبلغ ده فقلت له طيب إيه القصة هي القصة فلوس بس ولا في حاجة تانية لازم نسألنش كابالا يعتذر أي لا مش مهم الاعتذار قال لي المهم بس أن في حد يعني إيه يقعد يبقى وكيل كويس كده أو يبقى وصيد كويس يقعد يخلص الموضوع مع شيء قلت له أنا عندي معلومة أن الزمالك مش عايز يدفع سبعمائة ألف دولار عايز يخفض المبلغ يعني قال لي الكلام ده صح لكن برضو هي هتخلص الموضوع مش صعب قوي لكن هيخلص خلال الفترة القادمة لما هو يسافر للبرتغال ويحاول يحل المشكلة قلت له طب يعني هو كمان في وسط الكلام قال لي أن فيه عروض هو بيحاول يجيب عروض تانية لشيكابالا قلت له طب أندية مصرية فيه عروض من أندية مصرية قال لي فيه من أندية مصرية أخرى غير الزمالك وفيه من أندية خارجية خارج مصر ففي النهاية يعني سألته لطوله طب الموضوع صعب ولا هيخلص ولا إيه بالزبط قال لي والله إن شاء الله يعني هو برضو الرجل مش قادر يديني كلمة أنه هو يعني هو مش وكيل شيكابالا هو مجرد يعني يعرف طبعا المسؤولين في سبورتينج لشبونة وحيقعد معهم ويحاول يخلص الموضوع مع شيكابالا فلسه موضوع شيكابالا قائم ومخلص مع سبورتينج لشبونة لكن يعني على الأسبوع الجاي هيبدأ التفاوض بقى ما بين جواو وأكيد حد من إدارة الزمالك هيطلع عشان يعني يبقى موجود في المفاوضات ويحاولوا يخلصوا الموضوع شيكابالا لكن شكلوا الموضوع برضو يعني إيه في حاجات تانية غير الفلوس يعني هم عايزين هناك سبعمائة سبعمائة وخمسين ألف دولار الزمالك برضو مش قادر يتحمل المبلغ ده كله فحنشوف حنشوف الموضوع ماشي إزاي لكن زي ما الراجل كده قال لي أنا حكيت لكه دلوقتي بالزبط طيب خلينا نكمل أخبار موسيقى